بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نكمل الكلام في محاضرتنا هذه عن الحديث الموضوع ونتكلم في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى عن دواع الوضع وأصناف الوضاعين فنقول لوضع الأحاديث دواع كثيرة تدعو الوضاع لوضعه فمن أبرزها ما يلي أولا التقرب إلى الله تعالى وذلك بوضع أحاديث ترغب الناس في الخيرات وأحاديث تخوفهم من فعل المنكرات وهؤلاء الوضاعون قوم ينتسبون إلى الزهد والصلاح وهم شر الوضاعين لأن الناس قبلت موضوعاتهم ثقة بهم من هؤلاء ميسرة بن عبد ربه فقد روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي أنه قال قلت لميسرة من أين جئت بهذه الأحاديث من قرأ كذا فله كذا قال وضعتها أرغب الناس الأمر الثاني للوضع الانتصار للمذهب لا سيما مذاهب الفرق السياسية وذلك بعد ظهور الفتنة وظهور الفرق السياسية كالخوارج والشيعة فقد وضعت كل فرقة من الأحاديث ما يؤيد مذهبها كحديث علي خير البشر من شك فيه فقد كفر أو من شك فيه كفر السبب الثالث للوضع الطعن في الإسلام وهؤلاء الوضعون قوم من الزنادقة لم يستطيعوا أن يكيدوا للإسلام جهارا فعمدوا إلى هذه الطريق الخبيث فوضعوا جملة من الأحاديث بقصد تشويه الإسلام والطعن فيه من هؤلاء محمد ابن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة فقد روى عن حميد عن أنس مرفوعا أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله فجملة إلا أن يشاء الله جملة موضوعة وهي زائدة على الحديث وضعوها للطعن في الإسلام والتشكيك في الإسلام لكن جهابذة الحديث بيّنوا أمر هذه الأحاديث الموضوعة ولله الحمد والمنة السبب الرابع من أسباب الوضع أو دواعي الوضع التزلف إلى الحكام أي تقرب بعض ضعفاء الإيمان إلى بعض الحكام بوضع أحاديث بوضع أحاديث تناسب ما عليه الحكام من الانحراف مثل قصة غياث ابن إبراهيم النقعي الكوفي مع أمير المؤمنين المهدي حين دخل عليه وهو يلعب بالحمام فساق بسنده على التو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح فزاد كلمة أو جناح لأجل المهدي أنه كان يلعب بالحمام فعرف المهدي ذلك فأمر بذبح الحمام وقال أنا حملته على ذلك وطرد هذا الوضاع المتزلف وعامله بعكس قصده لكن أخواني الكرام قصة أو أمر ذبح الحمام لا تثبت في هذه القصة هذا هو الداعي الرابع التزلف إلى الحكام السبب الخامس التكسب وطلب الرزق كبعض القصاص الذين يتكسبون بالتحدث إلى الناس فيوردون بعض القصص المسلية والعجيبة حتى يستمع إليهم الناس ويعطوهم ممن اشتهر بذلك أبو سعيد المدائني السبب السادس قصد قصد الشهرة وذلك بإيراد الأحاديث الغريبة التي لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث فيقلبون سند الحديث ليستغرب أو ليستغرب فيرغب في سماعه منهم كابن أبي دحية وحماد النصيبي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة